السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معي انا احضر واحد الحوتة بالعجين مورق اللي صراحة كتجلديدة بزف وكتجي رائع لا بالنسبة لمنطار دياله ولا ايضا واحد طريقة اللي هي السهلة وبسطة وكتوجد ضغيا يعني ما كتاخدش الوقت بزف ايضا بالنسبة الحشوة كيمكنكم تستعملوا اي حاجة عندكم او اي حاجة متوفرة عندكم اللي كيمكننا نقدموها كوجبة عشاء او كوجبة غداء صراحة كتجلديدة بزف كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى اتجابكم الحلقة اليوم وكل ما مروا طريقة تحضير اللي بقى من شركتي معي في القناة تضغط على سر اشتراك ثم تفعل جرس باش تبصى ان شاء الله بكل ما هو جديد ودبا نخليكم مع طريقة تحضير وينها بالنسبة الطريقة والمقادر او الحاجة هنوجدو الحشوة دينا باش كخليو احتكا تبرد هات كنستعملوها فانا كيف كتشوفو معيها خديتو حد شوية دي الزيت نباتية وكان اعملو حد بصلة كبيرة بعد ما قطعتها دي اطريفة صغر وانخليها احتكا تتقلم زيان كنها كيمكنكم تعاوضو الزيت نباتية كيمكنكم تعاوضوها بزيت الزيتون او تعاوضوها ايضا بالزبطة وينها كنضيف واحد الفلفلة حمران بعد ما قطعتها ايضا مربعة صغار احتها هي انضيفها على البصلة وانخليها احتها كتتقل او حد شوية ونيم بعد ما قطعت البصلة مع الفلفلة حمراء هنا هي كنضيف تقريبا عندي 500 جرام دي الفوكه البحر عندي نيم خلطين هنا هي كنضيفهم على ذاك البصلة والفلفل وكانخليهم احتها وما كيتقلوا اشتركوا في القناة هنا هي كنضيف التوابل فهنا هي كنستعمل شوية دي الفلفل احمر عندي هنا هي شوية دي الفلفل اسودة وليفزر عندي هنا هي شوية دي السكنجبير ونيها عندي واحد شوية دي الملحة هنا هي بالنسبة للملحة لما كان امشي بزا فغي شوية ونيها كنضيف تلصة الحرة يعني كتبقى اختيارية وده باك نخلط هاد المقادر اللي عملت كاملا كنخلطه مع بطيتا وهنا هي كنضيف واحد العلبة دي الفطر المعلب من بعد ما قطرتهم الماء كننغسلهم زيان وكنضيفه فهنا هي كيف كتلاحظو فبالنسبة لفوكي البحراء الماضيين كيتبوا يعني ما كياخدوش الوقت بزيان وهنا هي كنضيف واحد العلبة الصغيرة دي السلسة الطماطم اللي كتبع جاهزة هنا هي كنضيفه وكنخلط كل شي مزيان وكنخليهم تقريبا واحد المدات دي العشرة دقايق يعني كتكون الحشو دينا راية وجدة وهنا هي في الاخير كنضيف واحد شوية دي الزيتون اخضر اللي مقطع دي تريفة صغر وكنضيف ايضا واحد شوية دي الليمون او القشرة دي الحاموض اللي مقطع دي مربعات صغر فهدو كيبقى يعني اختياري ولكن كنعرفوا بان الحاموض مع الزيتون كيتوتى بزاف مع الحوت ودبا كنضيف واحد لبلبة صغيرة دي الشارية الصينية مباد مرتبتة في المدافع وكنقطعها بالمقاسة دي طريفة صغر وكنضيفها للحشو دينا وكنخلط كل شي مزيان ومن بعد كنطفي البوطاء وكنخليها حتى كتب رضعة كنستعمله وهنا كيف كتشوفو معيان بعد ما كتوجود الحشو دينا كتجيبها تشكلها دا دبا اخويتا هنا اخويتا هنا في واحد الاينا اكبر وكنخليها حتى كتب رضعة كنتستعملوها هنا كيمكنكم تضيفوا الاضافة دي الجبن المحكوك يعني كيبقى اختياري اما كتخليوها غير هيدا وايضا كتضوقوها يعني واش باقي يخصكم تضيدو الملحة ولا صافي وفي نفس الوقت يعني كنخليوها حتى كتب رضعة كنتستعملوها هنا كنحتاجون العجن المورق هنا صار حسبق لي وحطت لكم في فيديو خاص ان شاء الله هنخلكم في اخر الفيديو طريقة تحضير العجن المورق اللي كيجيب واحد طريقة اللي هي سهلة ونجحة في نفس الوقت هنا اختيت العجن المورق بعد ما قسمتو الاجوج وهنا باش نطلقو العجن دينا ضروري كنحتاجون لدقيب فبالنسبة العجن راح سيكون بارد باش كيجيكم سهل في الخدمة ديالو هنا كنطلقها يعني بكل سهولة يعني انطلق العجن ديالي بقياس اللي انا بغيت وهنايا بعد ما اطلقت العجنة ديالي بهذا الشكل هادا هنايا باش ناخد الفرمة ديال الحوتة فانا هنا اختيت الورق ديال الزبطة بعد ما قطعتو الاشكل ديال الحوتة بهذا الشكل هادا هنا مباشرة كنعمل لك الورقه فوق العجن وكنقطع بالسكين على القياس ديال الحوتة اللي انا بغيت ايضا كيمكن لكم تستعملوا القالب ديال الاطر اللي كيتبع خاص بالحوت بهذا الشكل هادا كيتبع يقول لي ما كيتوفرش عليه كيمكن له ايضا يستعملها الطريقة هدي فهي سهلة ايضا 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 بعد ما مثل الورقة ديال الزبطة وهنايا اخذت العجن الثاني اللي ايضا كان اميله شوية ديالتقيق وكانت تلقوه من نفس الطريقة ايضا وينبعد ما طلقت الاجينة فهناي كناخد الورقة اللي سبق لي هو عبرت فيها باللول ايام ليكة نجي نقطع فانا ما كان قطع شيف حل اللي عملت في الاول هنا يعني كنخلي واحد شوية ديال زيادة هاد كنقطع كيف كتشوفوا معي يعني ما كنقطع شي بحضا الكاغت حالي عملنا في الاول فالاول كتكون نفس قياس الكاغت اللي احنا قطعنا لكن الثانية كتكون زايدة شوية هادي هي اللي كنعملوها الثانية باش مني كنغطعو على الحشوة يعني كتقدنا لجينة وهنا هي الحشوة ديانا مبعد ما كتكون بردت مزيان هنها مباشرة كمقا ناخد وكان اعمل في الواسطة ديال حوتها بهات الشكل هدا اللي هاتشوفوا معي في الفيديو وهنا هي بالنسبة لإضافة اللي انا كنستعمل فانا هنا هي اخطيت الجبن ديال الساندوش هل النوع ديال الشيدار صراحة كيجبني هذا بزف لانه في واحد المضاق اللي ديت بزف انه هي كان اخوض وكان قطع الطريفات بهات الشكل هدا وكان نغطي واحد طبقة ديال الشوف ايضا كيمكن لكم تعاوضوه بالجبن ديال المنزر الله يعني كيبقى لحسب اغطير ديال كوم او للجبن الاحمر وانا هي كان احتاجن شوية ديال بيطن بعد ما اطربته بهات الشكل هدا وكان دهان الجوانيب ديال العجين بهات الشكل وهنا هي كان اخدو العجين الثانية اللي كان اخدوها وكان عملوها فوق الحشوة بهات الشكل هدا اهنا هي كيبقى لكم فضروري بالنسبة القياس العجين الثاني قصو يكون زايدة للعجين الاول باش هنمني كان اغطيه بهات الشكل هدا يعني اللي عجينة ديال ما كتقطع شيء وكتبقى الحوتة يعني بشكل دياله ان هي ضروري كان قدم جناب وفنفس الوقت كان ضغط عليها مزيان وانا يين بعد ما كان سالي هنا كان اخدو البيض اللي بقى لي وكان دهان بهالحوتة كاملة بهات الشكل وهنا هي مش نزيد نتبت العجين على بعطيتهم باش ما تحللناش الحوتة في الفران فهنا هي كان اخدو غير معي لقى هات الشكل هدا وكان ضغط عليها بنفس الوقت كان اعطيها واحد الشكل ديال الحوت يعني كان دور لها من جناب كامل وانا يين بعد ما كان سالي فبالنسبة للتزين او بالنسبة ان انا باش نحددو شكل ديال الحوتة ديالنا فانا هي كان اخد سكين اللي كنزين بابها تشكل هذا اللي هتشوفوا معي اشتركوا وان هي كان اخد معي القاكف هتشوفوا معي وكان ضغطها للعجين غي شوية يعني كنحاول انا اني نضغط غي شويش باش ما كيتقطع لياش العجين وكان زين بهات الشكل هدا اللي كتشوفوا معي هن هي باش كان عطيوها يعني شكل ديال الحوتة فكشوتوا يعني طريقة فهي سهلة يعني كيبقى لحظة بغتيار ديالكم انتم ما بتزين يعني كنظن انا هاتي الطريقة اللي هي السهلة والصراحة كتجي يعني مزونة بزاف يعني كتعطيد من منظر ديال الحوت وان هي في الاخير كان اخذ واحد الحبة ديال زيتون الاسوات اللي كان عمله فاتش كلا ده للشكل العين ديال السمكة او العين ديال الحوت وان هي بعد ما كان سليم مباشرة كان دخلها للفرانة على درجة الحرارة 180 درجة بعد ما كان كنو سا خلنا الفران بقبل وكنخليوها حتى كتتتحمر مزيان عد كنخرجوها هنايا اذا خفتوا بان العجن مورا قيتنفخ معكم جزا فكتاخدوغي واحد الباليو كتتقبو العجن غي شوية هيدا باش ما كيتنفخش معكم وكندخلوها الفران وكنخليوها حتى كتتتتحمر مزيان ومبعد كنخرجوه وهنايا كيف كتشوفو معيها من بعد مطابة الحوتة ديانا كتتجيب هاتشكل هادا هنايا فبالنسبة لتزيين الاخر فانا هنا اخدت شوية ديال زيت زيتون اللي كان دهن به العجن موراق مزيان سراحة كيعتي واحد المطاق اللي هو الديد بزف وهنايا في الاخير قدمتها بهاتشكل هادا كيمكن لكم ترافقوها مع الخضر لكن انا هنايا عملت لسالة منتبو حديثة وبالنسبة للحوتة قدمتها بهاتشكل هادا فقط هنايا زيتها بالدوائر ديال الحامض ايضا زيتها بالكوفيت مسلوق وشوية ديال سوريمي وقدمتها بهاتشكل هادا فدائما كأقول لكم بالنسبة لتزين او التقديم دائما كتابلو الاختيارات ديالكم انتما واللي متوفر اكيد عندكم هناك كشفت معي الطريقة فهي سهلة وبسطة والاهم من هاتشي كامل انها كتجي لديدة بزف كشفت الطريقة فهي سهلة كانتمنى انكم تجربوها كانتمنى تكون اجبتكم الحلقة اليوم واذا اجبتكم الحلقة ما تنسوا اشتركوا الاعجاب وايضا شاركوا الفيديو هادينها مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائدا ان شاء الله على الجميع ودبا نخليكم على خير واسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة